رجعنا لكم في الجزء الثاني النهاردة من برنامجنا صحتك صروتك وإحنا اتفقنا يمكن النهاردة الحلقة كلها شفية شوية أرقام لأنه نحن نتكلم على حقائق وأرقام يمكن نضيف النهاردة صمم أنه نحن نتكلم على الوباء في آخر مئة سنة خليني الأول أرحب بضيف ضخكم النهاردة دكتور عيني فرج المشاركة طيب الوقت صار في ده دكتور عيني سوف أقول عليك إن سوف أخير طبعا وعلى السنة المشاهدين أولا أنا عايز أهنئك على العلمان أنت اخترته للفقر المعرض الأمراض الوبائية على مرأة الأصور شكرا بجد يعني لأن احنا نخلي بالك إيه الناس برضو بالحسس وإيه ده اللي بيحصل وبيحصل وأنا متأكد بعد الحال دي هتكتشف أن المنطقة حصل كتير على مدار الأصور بس إحنا خلينا أقول نعرف يعني إيه تصنيف الأمراض المعضية أو الوبائية طيب لو حبنا نلخص الموضوع للسنة المشاهدين هنلاقي أن الأمراض بتنتقل بعدة أشكال وبمسميات مختلفة هنلاقي في بعض الأمراض بتنتقل بشكل سبرادك أو شكل عشوي تمام تبقى أمراض موجود في بعض المناطق في بعض الأماكن في العالم ده اللي هو الشكل العشوي تمام وأحيانا بيتفشل المرض أو بيحصل ما يسمى بالأول تريك أو تفشيه في بعض الدول تمام بنيجي للمرحلة اللي بعد كده في بعض الأمراض بتبقى أمراض متوطنة وبنسميها الأمراض الاندميك أو المتوطنة في بلد من البلاد يعني زي ما كانت بالهراسية موجودة في مصر وكانت متوطنة في مصر نخش في مرحلة بعد كده الوباء أو المرض بيبقى بشكل أكبر أو على سكيلة أوسع بتسمى بالإبيديميك أو اللي هي اللي بتتنقل من أكثر من دولة إلى النص اللي ما يسمى بيء الجائحة أو البنديميك اللي هي بتشمل العالم كله و بتبقى منتشرة بشكل كبير زي كورون أطلق في ذلك ما يكتشف لها دواء فراغ طويلة فدي تأسيمة الأنظار يعني عندنا العشوائي والمتفشي والمتوطن والمنتقل والجائحة تمام هاي العزيز بقى نتكلم على وباء في العصور القديمة كويس احنا لو حبينا نشوف إمتى بتدى الإنسان ينتبه لموضوعا ده وباء ويصيب أكتر من شخص هلان أول وباء تم تسجيله كان في العصر الفراعوني 1500 سنة قبل الملك 1500 سنة بس ما كانش فيه حصر طبعا ولا شغل استاتيستيك ولا حصر اه ذكر من وباء أصراب ووادي النيل ومات فيه عدد كبير ولكن طبعا مش معروف ما هي تو ايه ولا كان نهي نوع من أنواع الميكروبات أو الفيروسات اللي كان موجود في هذا الوقت تمام ثم بعد ذلك فيه وباء كان سنة 150 ل250 قبل الميلاد هو ده اللي نوعا ما كان فيه نوع من الحصر شوية وهو الطعون الأنطروني ده كان سنة كم؟ أتراح في الفترة من 150 ل250 قبل الميلاد تمام طيب الفترة دي الطعون الأنطروني دوت ابتدى يظهر عن طريق مجموعة من الجنود كانوا بيحصروا منطقة في العرق تحديدا وكان فيلاقين أو فصيلين من الجنود بيحصروا وبعد كده رجعوا بلدهم اللي هي الروم اللي هي طالية حاليا تمام وأصابوا زملائهم من الجنود في التوقيت دوت وأدى إلى مصر عدد كبير جدا منهم فابتدوا يلتفتوا إلى أن غالبا الوباء بيأتي من مطرة الشرق يعني زي ما احنا لاحظنا الآن الكورونا برضو جاية من اتجاه الشرق فده كان بدايته من محصرة القارتين أو البلدين اللي هم كانوا في العرق ثم بعد ذلك في القرن السادس الميلادي بقى ولكن الوباء الأقوى على مستوى العالم لأنه ده موت نص العالم تمام اللي هو طعون جاستين أو جاستينيان الطعون دوت حضرتك موت وقتها ما يعادل 56 مليون نصف كان المبساعدها في ما يعادل نصف سكان قرى الأرضية وقتها الطعون دوت امتد لفترات طويلة وكان سببه الحشرات كانت بتنقله عن طريق البراغيات تحديداً عن طريق الفقران وتنقله من الثانيان طعون دوت مصدرت فين برضو برضو ابتدى من بلاد الشرق بلاد الشرق بلاد الشرق كان أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه هو الأمير بتاع هذه المنطقة تمام وسيدنا عمر بن الخطاب كان في زيارة لمنطقة القدس بعد فتحها سنة 18 هجرياً وهو على أبواب القدس يعرف أن فيه مرض يعني موجود فطبقاً لحديث نابعه عن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أعرف أن فيه وباء في أحد البلاد فلا يخرج منها المريض ولا يدخلها أحد ده أعتقد كده حقيقة كمان بيوضح إزاي الناس زمان كان بيتعامل مع الأوباء آه بالضبط ده بداية الحجر أو بداية التباع والاجتماعي اللي احنا بنتكلم فيه للوقت أو السوشيال ديستينينتينج اللي احنا بنتكلم فيه للوقت ده بدايته ده البداية الحقيقية فتصرف اللي عمله سيدنا عمر أنه هو رجع فبالتالي دي نصيحة لأي حد أنه يعرف أن بلد فيها وباء ما ننتقلش لي ما يسفره ده أممكن ده أممكن أول باء حصل في التاريخ الإسلامي بقى بالضبط كده بالضبط أول وباء كان في سيدة 18 هجرياً قرن السادس الميلادي سيدنا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه استشهد في الوباء ده وخلف بعده سيدنا سعد بن معاز وخلف بعده سيد معاز بن جبل وخلف بعده إلى أن وصل لسيدنا عمر بن العاص سيدنا عمر بن العاص معرف أنه كان داهاية العرب وكان عنده من الفطنة والخبر يعني الوباء وصل أم حكوم؟ هم هم كل ده في خلال سنتين يعني كل ده في خلال سنتين طرف ناس كتيرة جدا من كبار الصحابة سهيلة بن عمر ومجموعة كبيرة جدا فإلى أن قال الموضوع للوالي اللي هو سيدنا عمر بن العاص وسيدنا عمر بن العاص كان عنده من الزكاة والفطنة لأنه كان لاف دول كتير وابدئ يفهم يعنيية عمل مع الوباء وده كان لخطبة ألها لأهالي مدينة عمواس يعني يتجبالوا يعني يطلعوا للجبال هو كان شديد للمواحظة ولحظ أن المجموعات الصغيرة اللي ساكنة في الجبال لم تصاب بالوباء فابتدى يعمل موضوع العزل وموضوع العزل إذا كان أكثر حاجة لها تأثير وأكثر حاجة جابت نتيجة وتم القضاء على هذا الوباء على هذا الوباء في هذا الوقت هو طبعا كان خليط يعني فيما قال نو كان حاجة شبيهة بالحصبة أو الجدير يعني اختلف في نوع طبعا في هذا الوقت ولكن نهاية الأمر أن التباعد الاجتماعي هو كان بيت القصيد في هذا الموضوع بالإضافة كان فيه تنبيه بشكل قوي على طبعا إغلاق عدم صلاة الجماعة في هذا الوقت وتفرق الناس زي ما بيحصل دلوقتي بالإضافة النظافة الشخصية ولكن التاريخ لم يعرف مثل هذه الإجراءات إلا في عصد نوع عمر بالخط ما قبل ذلك كان مجرد اجتهادات وما كانش فيها أي حاجة مبنية على علم وما كانش فيها حاجة عامة في أول مرة أن مجموعة من البشر يتفقوا على موضوع التباعد الاجتماعي وكانت النتيجة الحمد لله أن انتهى هذا الوقت في العصر الحديث بقى هنخش للعصر الحديث ولكن في الفترة المتوسطة لأن دي كانت الأصعب شوي يعني إحنا لو بصينا بالوقت على القرن هنو القرن الثانية والقرن أو بتحديدا نبتدي القرن الثانية كان فيه طعون اسمه الطعون الدمالي أو الموت الأسود أو البليج أو البلاك ديس ده قتل قرابة 30 مليون نسمة 1350 مصدر فده برضه كان من ضمن أسبابه منطرة الشرق ومنطرة الصين أحنا خلاص حمد لكم سبتين فران كانت على أحد المراكب والفران دي كان عليها براريت والبراريت دي تسبت في نقلها للبنادي فالموضوع خد له بتاع 50 مليون واحد فتجاهه يعني هنيجي بعد كده ليه من الحاجات اللي هي اللي أصارت بشكل كبير موضوع الجدر الجدر دوت كان فيه منطقة أمريكا أمريكا حاليا يعني والمكسيك في هذه المنطقة بعيدنا بعيدنا عن الشرق يعني ده أصاب 90% من سكان الأمريكاتين والوفيات بصل 30% وده كان من الحاجات العنيفة جدا يعني هنيجي بعد كده نظرا لي احتلال إنجلتورا لمناطق شاسعة في العالم اتنقل لها من الشرق برضو من الهند اتنقل لها الكولر كولر قرنة 18 وقرنة 19 وكان فيه خلاف في الأول الكولر هل بتنتقل عن طريق الشخص من إله عن طريق العمد لأن أساسا كانت قوات الإنجليزية بتحاصر مجموعة من القوات وكانوا بيستخدموا الجثس المتعفين انتيجة المرض كنوع من الأسلحة يعني بيقصفهم الجزء إيه لأن اكتشفوا هنا مصدر المياه وتم التعامل معنا هنيجي بعد كده بقى لما هو أخطر وابتدأ في العصر الحديث 1918 ظهر الفلونزا الإسبانية ده في أسباني ودي خادت معها تولت سكان أوروبا يعني اختلف ودي كان بتتضاوح بين 25 و 30 مليون وبرضو كانت منطقة إيطاليا إسبانية اسمها الفلونزا الإسبانية لهذا السبب ودي اكتحت العالم وصيب بها حوالي 200 مليون شخص وقتها يعني يكون على مستوى عالم حدش نجا منها الفلونزا الإسبانية دي حضرك يعني طلعنا منها 1918 ويعدت لها تقريبا حوالي 3 سنوات انتقلنا في منتصف القرن اللي فات لحاجة اسمها الفلونزا الإسبانية ودي كان بردو فرون كونجو طايل بردو فرون كونجو بجانا جاني بقى الشرق دي كانت ضحايا فيها حوالي مليون تمام بعد كده ابتدأ يتطور موضوع الفلونزا بعد الفلونزا الإسبانية نخش بقى في فترة السبعينات كان فيه طبعا في نهايتها بداية اكشاف الإيدز والإيدز كفيروس عالمي أو كوباء عالمي نقدر نسميه إنه أكثر شيء ضررا ومستمر يعني كل الحاجات اللي أقولت حاجة لها دي خدت فترات زمنية محددة واختفت بعدها ولكن الإيدز المستمر دلوقتي هبنتكلم من 81 من أول تسجيل بداية الحالات العدد وصل تقريبا لي بتكلم حضرتك في حوالي 32 مليون 32 مليون ضحية للإيدز تمام الكوليرا على سبيل المثال إلى الآن بنسميها الوباء المنسي لأن الكوليرا لغاية النهاردة ما زالت موجودة في العالم بس بنسب قليل وآخر إحصائية عملت كانت في اليمن من حوالي 3 أو 4 سنوات كان فيها حوالي 4000 إصابة وحالات وفيات بسبب الكوليرا فالكوليرا ده يعتبر من ضمن الأوباء المستمرة ولكن نسمى بالوباء المنسي خلاصة الكنامية الدكتورة علاء أن دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن يكون حوالينا مجموعة من الكائنات الحية المضرة والمفيدة أيضا يعني أن تنذكرت الحركة المرة اللي فاتت أن في البوصة المربعة لوحدها فيها 600 ألف مايكو أورجنزم أو كائن حي طب إزاي بقى الخطوط اللي بتتم للوباء وإكتشاف العلم أو إكتشاف العلاج بتاعه من طريق العلم طيب جميل في البدايات خالص اللي تم التعامل عن طريق المضادات الحيوية بالنسبة للأمراض سببتها بكتيريا تمام يعني في لويس باستير ابتدأ يعزل البكتيريا في نهاية القرن التسعة عشر خلنا في القرن العشرين ابتدأ موضوع البنسيلين وإكتشاف البنسيلين ثم تطور بعد كده مضادات الحيوية للقضاء على البكتيريا بأنواعها وكان فيه نوعين من المضادات الحيوية ما تسمى البكتيري سيدل أو القاتل أو البكتيريستاتيك أو المسبطة أو المؤثرة على نمو البكتيريا تمام هنيجي بقى لموضوع الفيروسات الموضوع الفيروسات طبعاً المضادات الحيوية لا تؤثر على الفيروسات تم التعامل معاها عن طريق ما يسمى بالمصل واللقاها طب إيه الفرق بين المصل واللقاها تمام المصل حضرت بيتبقى هي مركب بيحتوي على الأجسام المضادة أو الأنتيبودز اللي بتؤثر على مكروب معين في توقيت معين لفترة زمنية محدودة تانية فنة هو عبارة عن الأجسام المضادة من ركب بها أجسام مضادة بيأثر على مكروب معين لفترة زمنية فقط معين لفترة زمنية محدودة طوح ما بين أسابيع وشهور ويعني أشهرها طبعا العمصال زي السم العقرب والأمصال وخلافه يعني بتاعت الريبس أو العرض يعني مرض الكلب وخلافه في اللقاحات اللقاحات دي بتستمر مع الإنسان لسنوات طويلة وممكن مدى الحياة زي اللقاحات المعروفة زي الأطفال أو الدفترية أو سعال الديكي أو بزبط كده ويبقى فيه جرعات تنشطية في النص دي بتكمل مع الإنسان قد تصل على مدار اللايف تايم يعني طويل عمر فدي اللقاحات عايزين نروا ده المصال واللقاح بكورونا إجابة إحنا اللوقتي حضرتك ما يزلنا في قلب الحدس يعني لا يوجد حتى الآن مصال أو لقاح للكورونا بشكل صريح 100% تمام ابتدت بعض المسجفيات على مستوى العالم تستخدم البلازمة الخاصة ببعض المرضى اللي تم شفاءهم الحمد لله أو حصل اختفاء أو تحليم طلعة سلمية بزبط لأن البلازمة هي بتحتوي على الأنتيبوترز ويبتدروا يحينوها في بعض المرضى ويبتدروا يدي حالات إيجابية فدي أول خطوة على طريق تشاف لقاح أول مصلي بالإضافة أن طبعا دور الأدوية موجود يعني في بعض مش أن أقول الدراسات ولكن بعض التجربة اللي تم تجربتها وبعض الأدوية زي أدوية الروماتويد أو الملاريا الهيدروكسي كلوروكين ده من ضمن الحاجات النهاردة العالم بيتكلم معلين هو ممكن يستخدم مع مادة أخرى اسمها الأزيس روميسين في تقليل الإصابة وجاب نتائج كويس جاب بعض النتائج إحنا ببصت زي نقولت حضرك إحنا الوقت في مرحلة بالنسبة للطب وبالنسبة للصيدلة تعتبر مرحلة جديدة شوي لأن إحنا في مرحلة نجرب ونشوف النتائج ما عندناش الخطوات السابتة اللي اكتشاف ده اللي هي أن أنت تخلقه معملياً وكبيئياً ثم فقران تجرب ثم بعد ذلك أن أنت تبتلت تجربه على بعض المتطوعين ثم اختبارات سرية ثم يكون موجود في هذا المريض بي بتاعت سنوات طويلة ولكن إحنا الوقت كل ده مضغوط النهاردة أي عقار بيتم تجربته بيجيب نتائج ملحوظة بيتم ادراجه في بروتوكولات مختلفة على مستوى العالم ولكن لا يوجد علاج حتى الآن ولا يوجد مصر أو لقاح حتى الآن بحكم النحاك الخبير ده تتوقع أن يكون في علاج جرائب الكورون أنا أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى لأن ما أنزل الله من داين إلا أنزل الله الدوائي فالألاح بحس شغالة وإذا ما تحضرتك ترى الأندير والتجرب من يومين كان فيه خبر كويس عن شركة يابنية اخترعت أنتفيرل أو حاجة ضد الفيروسات وعتبتدي بتصنيعه في الصين وودت بعض النتائج في خلال أربع أيام فده خبر كويس خبر جيد يعني يعني زي محاك تفضلت وقلت إحنا لازم نمشي على الأخبار الجيدة وراء التفاؤل وراء إن شاء الله إن شاء الله أه طبعا طبعا فنطمئن بس يميع السادة المشاهدين أن دور العلم موجود والإنسان بيسعى وطالما فيه سعي في ربنا سبحانه وتعالى لا يضع أجه من أحسن عمل فأهم حاجة التوكل على الله سبحانه وتعالى زي محاك ذكرت في الفقرة الأولى وفي نفس الوقت الاتخاذ بالإجراءات الاحترازية اللي احنا نصرنا عليها في الحالات الفئر كل صنعهم طيب ونسبة رمضان خليب لكم عن المعادة الجاية كل صنعهم حرارة طيب والأم الإسلامية ومصر ونسبة لها بخير يعني إذن عايزين نقول في الآخر إن الكورونا حصلت على مدار سنين مختلفة بشكل أكبر وعايزين مش عايزون بغضاء غضاء من ربنا في أيام سيدنا عمرو من الخطاب حصل خليني أشكرك على كمية المعلومات التاريخية اللي عندنا دي تهاني شكرا أنت برد بجد والله بنابع عنكم أشكر دكتور هني فرج المشارة طيب الاقتصاد للبرنامج والخبيل الدوائي وعايز أشكركم وزي ما قلت لكم أنا أتمنى أن نحن نوفق أن نكون بندي معلومة في الأيام دية وزي ما اتفعنا الأسبوع اللي فات وزي ما اتفعنا الأسبوع اللي فات إحنا دايما بنحاول نعمل حاجتين نرفع الحالة نرفع المعناع بتاعتنا عن طريق التفائل وعن طريق الحالة لما دا جايب العالم دايما نبحث عن الحاجات الكويسة وابعد عن أي حاجة بدايق أرجوك أرجوك ولو أنت في حاجة بدايق خليها ليك أنت بس أشوفكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي قبل ساعة من دلوقتي واحدة حلقات برنامجكم صحة تكسر وقتك أشوفكم على خير